معنا من بكين أستاذ الدراسات الدولية في جامعة صانياتسين الدكتور الشاهر الشاهر أهلا بك دكتور دكتور يعني الحديث على القرصنة مايكروسوفت خصوصا نحن نتحدث عن شركة رائدة في مجال التكنولوجيا لها يعني ربما عدد كبير من أنظمة الحماية اتهامات مسبقة لموسكو باختراقها الآن اتهامات لبكين ما مدى معقولية هذا الخبر خصوصا وأنه ليس بالخبر الأول يظهر على مايكروسوفت أو على اختراق لحسابات تعمل لوزارة الخارجية الأمريكية من قبل الصين نعم صباح الخير في الحقيقة يمكن قراءة الخبر من عدة جوانب أعتقد أولا أن الولايات المتحدة يبدو أنها بدأت تعيش فوبيا اسمها الصين نتيجة للتطور المتنامي الذي تحققه بكين وهذا ربما مشروع بالنسبة للولايات المتحدة نعم بكين أصبحت تثير القلق بالنسبة لها لكن في التعليق على هذا الموضوع أنا أعتقد أن بكين كانت دائما واضحة ومنفتحة وهي تطالب الولايات المتحدة بتقديم الأدلة قبل توجيه الاتهامات أعتقد حتى وزارة الخارجية الأمريكية لم تعلق بشيء الرسمي حتى الآن على هذا الموضوع وهذا الموضوع هو موضوع متكرر كان قبله اتهامات للصين باحتراق الإيميلات الخاصة بوزيرة التجارة الأمريكية وفي ذلك اتهاماتها كانت باحتراق البريد الخاص للسفير الأمريكي في الصين إذن هذه الحالة ليست هي الحالة الأولى هي مكررة نحو روسيا نحو الصين نحو كوريا الشمالية لكن بشكل كبير هو يندرج ربما ما تقوله بكين أنه يندرج من موضوع الحرب التجارية التي تجري بين البلدين هذه الحرب التي بدأت بلد شركة هواوز عهد الرحل ترامب واستمروا في مواجهة التك توك وتقنية الفاين في جي وما إلى ذلك وتخويف مواطنين الدول الغرية من امتلاك أي تقنية ربما تكون صينية ثم انتقلنا إلى موضوع السيارات حتى لو كنت تسمع موضوع السيارات الكهربائية الصينية أيضا بدأت تفكي في العالم أن هذه السيارات أيضا فيها الحديث للتجسس وما إلى ذلك إذن هي نوع من الحرب التجارية على ما أعتبر لكن دكتور ربما السؤال الأهم أن تحذيرات الولايات المتحدة تنصب دائما تجاه بكين بالتجسس القرصنة الصينية أنها الخطر الأكبر من وجهة نظر أمريكية كيف تطورت الصين من هذه الناحية يعني مقارنة بعقد من الزمن تطورت الصين بشكل كبير سواء في مجال التجسس في مجال القرصنة في مجال التكنولوجيا كيف تطورت الصين وكيف من المتوقع أن يكون ردها على هذه الاتهامات خصوصا في ظل صمت الصيني حتى هذه اللحظة الفكرة أن موضوع الاتهامات بالتجسس لا تقتصر فقط على موضوع التكنولوجيا نحن نعرف أن هناك اتهامات مستمرة للصين نتذكر موضوع حادثة المنطاد الشهيرة ونتذكر الاتهامات التي توجه للطلب الصينيين والسواح الصينيين وكل من هو صيني ربما يذهب إلى الولايات المتحدة هناك اتهامات مستمرة لهم نعم الصين حققت قفزة كبيرة في التطور التكنولوجي وهذا واضح من خلال الموبايل الحديث الذي قدمته شركة هواوي والذي نافس ربما الآيفون هذا التطور استطاعت الصين من خلال توطين شركات التكنولوجيا الغربية في هذا البلد واكتشاف هذه التقنية وربما تطويرها أعتقد الصين عملت لسنوات طويلة في هذا الموضوع وهي الآن تمتلك رقائق الكترونية متطورة وهذه حرب الرقائق التي نسمع بها بين الولايات المتحدة فالصين هي جزءا من المعركة لماذا؟ لأن موضوع الذكاء الاصطناعي العالم يسر في جاه الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي هو اقتصاد المستقبل من يمتلك الذكاء الاصطناعي سوف يصبح هو القوة الأعظم على الصعيد السياسي والاقتصادي وأعتقد أن بكين لديها المقومات الأكبر لذلك ولذلك هذا القلق الأمني والإمكانات المستمرة للصين لكن دكتور في ظل القفزات التكنولوجية التي تتحدث عنها أنت وفي ظل ما يوصف بالحرب الباردة أو الحرب التجارية بين الطرفين ألا يرجح ذلك لجوء الصين إلى هذا النوع من التجسس على الولايات المتحدة في ظل تقارير كثيرة تحدثت عن تجسس الصين على التكنولوجيا الأمريكية وعلى الأمور العسكرية الأمريكية رغبة منها في تطوير أنظمتها في حال نشوب أي أزمة بين الطرفين هناك فرق كانت توجه الاتهامات للصين بأنها تقوم بسرقة ما يسمونه سرقة الملكية الفكرية لكن موضوع التجسس أعتقد هو موضوع يختلف قليلا بشكل عام الصين دولة مسؤولة دولة ملتزمة بالقوانين وتعارض بشدة الهجمات السبرانية والسرقات الإلكترونية وهي تقول دوما أن هذا يجب أن يكون مقترم بالأدلة وأن الصين مستعدة للتعاون في هذا الإطار لكن لا يوجد حتى الآن أي أدلة من قبل الولايات المتحدة بالعكس أن الصين لها تصريحات للمسؤولين الصينيين اللي هم يقولون أن الولايات المتحدة هي الإمبراطورية رقم واحد في القرصنة على مستوى العالم إذن هو كل العالم وكل الدول ربما هي تتجسس على بعضها بشكل عام لكن المهم بالنسبة للولايات المتحدة والصين أننا انتقلنا من التجسس العسكري والأمني ربما إلى التجسس الاقتصادي وخاصة في موضوع التجسس الإلكتروني الذي باته هو الهاجس الآن بالنسبة لأكثر دول العالم شكرا جزيلا لك الدكتور كان معي من بكين أستاذ الدراسات الدولية في جامعة صن ياتسين الدكتور شهر الشهر